السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدون بلقيكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة طبعاً بداية جمعة مباركة في هذه الحلقة سوف نتكلم أو سوف أتمم لكم ما رأيناه في الحلقة السابقة التي تتكلمنا فيها عن منصة جديدة أو غير معروفة لبيع المنتجات الرقمية في هذه الحلقة سوف نتمم الشرح وسوف أريكم كيف نقوم بعمل لستنج للبروداكت وطبيعة البروداكت وأيضاً جميع التفاصيل متعلقة بالسحب الأموال والأرباح وكذلك الليندك بيج ولماذا نحتاجه أصلاً كل هذا سوف نراه في هذه الحلقة إن شاء الله فبالتالي إذا كنتم مهتمون يضغطوا على الزر لايك لأن ما يزال إندي المزيد من الحلقات لمشاركتها حلقات مهمة جداً فيها تحتاج إلى جهد لإنتاجها صراحة ولكن لا بأس هذا هو دوري أنا هنا لإنتاج لكم هذه الحلقات فبالتالي أحتاج إلى دعمكم الدعم بسيط جداً وفقط الضغط على زر لايك يعني فقط إضغط على زر لايك أكبر عدد من اللايكات أحتاجه في هذه الحلقة بالضبط يعني أعرف أن التفاعل سوف يكون فيها قليل فبالتالي أحتاج إلى دعم كبير هكذا لك نغطي نسبياً يعني سوء التفاعل أو قلة التفاعل الموجود في هذه الحلقة على بركة الله دعنا ندخل في التفاصيل إذن هذه هي الصفحة الأولى عندما تقوم بالدخول إلى حسابك طبعاً سوف يظهر لك بهذا الشكل يعني واجهة الهوم طبعاً أول شيء سوف تقوم بهول إتجاه إلى فوندور في هذا المكان ثم تضغط على داشبورد هذا الحساب ميز الجديد فبالتالي كما تلاحظونه سوف تجد أصفار تجد الأرباح الخاصة بهذا اليوم الأرباح الخاصة في يوم أمس ثم الأرباح المجموعة خلال السبعة أيام الماضية ثم الأرباح الموجودة أو المجموعة خلال الثلاثون يوم الماضية طبعاً كما قلت أقل شيء يدفعونه هو الخمسة عشر دولار وهذا رقم جيد جداً فقط تجمع خمسة عشر دولار يمكنك سحبه طبعاً يقبلون السحب عن طريق البايبال بدون اقتطاعات يعني البايبال لن يقتطع أي شيء سوف تصلك خمسة عشر دولار كاملة في حسابك إذا ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بثقت مرة أخرى على فوندور ثم نتجه إلى برودكت كما ترى الحساب ميز الجديد قمت بإنشاء حديثاً نضغط على نيو برودكت ثم سوف نبدأ الليستينغ لإستينغ كما ترى مقسم إلى خمسة أجزاء يعني general ثم pricing ثم payment ثم affiliate ثم integrations طبعاً سوف نبدأ ب general طبعاً هنا نقوم بوضع اسم المنتج كما اتفقنا المنتج الرقمي قد يكون عبارة عن graphic design قد يكون عبارة عن مثلاً coloring page قد يكون يعني عبارة عن planners قد يكون عبارة طبعاً عن content خاص بالKDP بشكل عام يمكنك بيعوه هنا يعني خاصةً إذا كنت سوف تقوم بعمل bundle يعني تقوم بجمع مجموعة من الأنتيريورز وتقوم بوضعها في شكل يعني تشكيلة أو في شكل مكتبة ثم تبيعوه هنا هذا الأمر سوف يكون ناجح جداً 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 يعني يكون يعني pre fabricت يعني يكون منجز مسبقاً هذه نقطة جد مهمة إلي الناس تحتاجه وتبحث عنها بقوة على مستوى الاسيو حسناً أنا هنا سوف أقوم بكتابة طبعاً title الخاص بالproduct الخاص بي ثم هنا product image طبعاً عندنا المقاسات هنا دعونا فقط وليكم أين إياه طبعاً هنا 125 على 125 بيكسل إذا نتجي إلى Canva ونقوم بإضافة يعني الimage مع العلم أنها optional ليست ضرورية ولكن نحن سوف نقوم بملئها لأن الأمر ضروري بالنسبة لنا خاصة في الproduct رقم واحد يعني الأمر ضروري إذا كما انتفقنا 125 مضروبة في 125 بيكسل ثم create new design طبعاً نمكنك الإشتغال على يعني تلك الصورة كما تشاء يعني الصورة المستغرة الخاصة بالproduct يعني هناك أكثر من طريقة للإشتغال عليها الآن هنا مثلاً أستعمل هذه الطريقة سوف نرى النتجانية أي بدا قليل الآن سوف أقوم برفعها أضغطه طبعاً في هذا المكان browse ثم أقوم باختيارها هذا الشكل طبعاً هنا سوف أضيف product name motivational coats coloring peach أو mandala coloring peach طبعاً في الكاتيجوري كذلك أحدد القسم طبعاً يمكنني اختيار مثلاً kindle وكذلك أختار قسم آخر وهو طبعاً الخاص بالservicing نقوم بالنزول services هكذا ثم نقوم باختيار graphic video creation هكذا تقريباً نركز فقط على هذان الخياران طبعاً يمكننا إذا فضت أمازون إذا أردنا ذلك ولكن لا بأس نتركها هكذا فقط ثم في الكيوورد أهم شيء هي الكيوورد نقوم باختيار مثلاً motivation codes بذلك الشكل ثم نضغط على انتر نقوم بالضغط على graphic elements أو graphic bundle موجودة بذلك الشكل كذلك عندنا kdp كما ترى حيث kdp bundle عندنا kdp croaring نقوم باختيارها كذلك هذي كل هكلمات يعني جيدة مقترحة من طرف طبعاً الموقع نفسه وهذا هو أهم شيء ولكن لدينا الحق في اختيار ثلاثة عناصر فقط هذا هو الإشكال ولكن تفي بالغلط يعني لا بأس content type هنا نقوم باختيار نوع يعني الـ content الذي عندنا طبعاً عندنا عدة هنا أقسام نقوم باختيار media file image إلى آخره نقوم باختيار هذا الخيار ثم webinar نتركه هكذا off أو نقوم بتفعيله يعني على حسب يعني في بعض مرات نحتاج إلى التحويل بشكل يعني القيام بالأمر بشكل يدوي وفي بعض مرات نحتاج إلى القيام بذلك بشكل automatic إذن ندعونا نجرب الشكل الـ automatic بهذا الشكل ثم نبدأ بعمل configuration ولكن هذا سوف يقودنا إلى عمل يعني صفحة أخرى خاصة بالproduct فبالتالي هذا سوف يعني الشرح سوف يضيع منا فبالتالي نتركها إلى حلقتين أخرى خاصة بهذا الموضوع إذن نقوم بإلغائها عن طريق الضغط هنا off بهذا الشكل نأتي إلى أهم مرحلة وهي product access طبعاً هنا نقوم بعمل browse لاختيار الـ product طبعاً أنا عندي الـ product جاهد قمت برفعي بهذا الشكل طبعاً هذا الـ option الثاني access url هذا نتركه فارغ ليس لو أي معنى لأنه عندنا product جاهد سوف يقوم بتحميله مباشرة admin access info كذلك يمكننا ترك لهنا معلومات يعني مثلاً توجيهات إذا كان الملف أو إذا كان المنتج فيه تعقيدات ما معينة فنترك له يعني أنفو يعني معلومات حول الدخول إلى الملف لكن هنا في حالتنا لا بأس نتركه كما هو لأن الملف بسيط جداً عبارة عن كما رأينا يعني ملف جاهز للتحميل خاص بـ خاص بالأقوال وكذلك بالماندنة طبعاً نأتي إلى هنا في هذا المكان نقوم بإضافة أو نقوم باختيار عندنا خياراً أصلاً عندنا personal use وعندنا extended طبعاً نحن سوف نتركه يعني personal use لأنني أستهدفه بالضغط الأشخاص الذين يعملون في الكيديبي يعني ليس الذين سوف يقومون بإعادة بأيه فبالتالي يختار personal use بهذا الشكل طبعاً هنا مجموعة من التفاصيل يعني الموقع نفسه يعطيني إياه يعني يخبر به الأعميل يقول له يمكنك استعمال الملف كما تشاء ولكن ليس عندك الحق في إعادة بيعه وطبعاً هناك منتجات أخرى وخاصة الباندل التي نلغي فيها تفعيل هذا الخيار ونطرق لهم حقية إعادة البيع يعني على حسب المنتج ونحن نحدد يعني standard licensing إذا نقوم باختيار طبعاً هنا في additional terms نظركوا فارغة لأن القول الذي قالوه هنا في الموقع فيه الكفاية إذا ننتقل إلى refund policy طبعاً هنا نقوم باختيار هل نعطيهم يعني فترة يعني لل refund أم لا يعني ما refund معناه يعني إذا اشترى العميل ولم يعجبوا المنتج هل لديه الحق في إعادة يعني في إرجاع أو يعني في نحن نرسل له المال الذي يدفعه ونحذف منه المنتج أم لا وطبعاً هنا في الديجيتال نترك صفر لأن في الديجيتال لا يوجد refund لماذا لا يوجد refund لأنه لو كان هناك refund في الديجيتال كانت سوف تكون فوضى يعني الشخص يشتري يحصول على الملف يقوم باستعماله وتخزينه في USB مثلاً وبعدها يطلب refund يعني كأنك لم تقوم بأي شيء ولكن لا نتركها الصفر لا يوجد refund يعني ابحث في البداية جيداً قبل أن تشتري طبعاً استعمالك للشاتج بيتي لكي أحصولها على فقرة تكون لغوية صحيحة بدون الأخطاء لكي أستعمالها هنا في Teams and Conditions يعني مفاذه أو ما مفاذه بكل بساطة أنه ليس لديكم الحق في طلب refund لأن المنتج رقمي فبالتالي ابحث عنه مسبقاً وطبعاً هنا في الأخير نقوم بتفعيل هذه الـ Option هذه الـ Option معناه أن العميل أثناء الشراء أصلاً يظهر له خيار يقوم بالضغط عليه يؤكد عليه أنه يوافق على سياستنا قبل الشراء هكذا لكي نضمن الحقوق طبعاً support email طبعاً نقوم بإضافته طبعاً في حالة ما إذا أراد العميل أن يتوصل معنا وكذلك لكي تصلنا notifications الخاصة بالمبيعات إذا هنا تقوم بإضافة أحد الإيميليات الخاصة بك طبعاً support URL هذا إن وجدت وقالباً لا توجد فبالتالي لا تقوم باستعمالها وإن كانت موجودة استعمال يعني خاصة بصفحة صفحة الوبوت الخاصة بك طبعاً هذا سوف نره فيما بعد لكن في حالتنا الإيميل يفي بالغرض كما هو مكتوب هنا بعد ذلك ماذا عندنا؟ عندنا product statue طبعاً نتركه open طبعاً عندنا closet inevitable يعني غير موجود وعندنا open available for sale إذا نتركه وكذا ownership طبعاً نتركه هنا يعني نقول عندنا الحقوق الكامل I'm the owner, creator and exclusive owner of this product نتركه وكذا ثم في الأخير I certify ثم دعونا نرى ما الموجود كذلك هنا sales type طبعاً هنا نقوم باختيار يا إما طبعاً عندنا free product طبعاً هذه لن نستعملها ثم عندنا subscriptions يعني في كل شهر يتم اخططها على المبلغ ثم عندنا طبعاً هذا single payment يعني هذا هو الذي نستعمله نحن في digital product يعني بيع يعني مرة واحدة يعني شراء مرة واحدة regular price طبعاً هنا نقوم باختيار الثمان الخاص بالمنتج بنا طبعاً هنا يعني نقوم باختيار الثمان الخاص بالمنتج بنا يعني الثمان الأصلي وليكن مثلاً عشرة عشرة فاصلة تسعة وخمسون دولار طبعاً بالدولار بهذا الشكل وهنا sales price ثمان البيع هنا سوف نقوم باختيار مثلاً خمسة فاصلة 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 44 دولار ثم limited sales طبعاً هذه optional نتركها فارغة لا داعي لتفعيلها variable pricing طبعاً نتركها off يعني لن نستعملها في digital product في هذا النوع بالضبط لن نقوم باستعمالها لأن الثمان يجب أن يكون ثابت ثم أتينا إلى مرحلة يعني payment طبعاً عندنا البيبار يمكن لأي حساب حتى لو كان personal نقوم بربطه ثم نقوم باستعماله في تلقي الأرباح طبعاً الرائع في هذا كله أن البيبار لديه علاقة مع warrior plus فبالتالي كما قلت لا يقتطعون أي شيئاً تجربة وهذا أمرنا رائع جداً نضغط على agree and connect ثم يقول لك thank you for seeing app يعني لقد تم الأمر بنجاح أما بقصوص stripe فطبعاً في stripe تحتاج إلى يعني في مشكلة صراحة تحتاج إلى stripe business وتفاصيل كثيرة جداً ولكن البيبار يفي بالغرض لأن هذا فقط على مستوى الاستلام إذا دعونا نرد أعدادات الأخرى عندنا طبعاً المعلومات التي نريد يجمعها من خلال أو عبر أو من طرف في الـ clients طبعاً عندنا phone full address ثم country طبعاً أنصحكم بعدم تفعيل هذه المعلومات لأن الإنسان لا يحب إدخال كثرة الأشياء ولا يحب إدخال معلوماته الشخصية فبالتالي لا نحتاج لا phone ولا full address ولا country لن نحتاجها إذا ماذا عندنا؟ عندنا كذلك طبعاً هذه الـ cancel payment طبعاً نتركها كمية إذا نقوم بالنزول عندنا الـ affiliate وهذا هو أهم شيء كيف نجعل الناس تسويق لمنتجنا أو نعطيهم الحق في تسويقه إذا نقوم باختيار percentage ونعطيهم هذه طبعاً commission rate commission rate إذا نعطيهم مثلاً خمسونة في المئة لأنها المؤية التي طبعاً معروفة هنا في أو المتفق عليها في يعني warrior plus warrior plus commission نفس الشيء نتركها بpersonage ونعطيها كذلك خمسونة في المئة يعني سواء سوقته لنا يعني الأشخاص أو يعني المنصة نفسها فنفس الشيء خمسونة في المئة ماذا عندنا كذلك؟ عندنا هنا integration and tracing أو tracking عفواً صراحةً هذه الإعدادات الخاصة بالtracking يعني قد نستعملها في حالة ما إذا كنا سوف نستعمل إعلانات خارجية أو ربما إذا كنا سوف نستعمل مثلاً إذا كان عندنا برنامج ما مثلاً فيه خصائص شهرية أو اشتراكات شهرية ربما سوف نحتاجه أكثر أما الآن يعني في هذا النوفل من البروداكت بالضبط فلأرى أننا نحتاجه إذا نضغط على save وسوف نجد أن بعض الأمور قد نسيناها نعوده لملئها إذا save ماذا نسينا؟ نسينا نقص للمستعمل إذا نقص للمستعمل إذا نحن نحن ليس عندنا يعني أي يعني الملف الخاص بنا هو عبارة عن PDF فبالتالي ليس فيه أي يعني ليس فيه أي أي باسورد ولا أي شيء فبالتالي سوف نقول له أو نقول له access available ب هذا الشكل ثم ماذا عندنا كذلك؟ ما الأشياء التي نسيناها؟ تقريباً هذا يكون من في الأمر، نضغط على Save ونرى نعم، هي الشيء الوحيد الذي كنا قد نسيناه الآن فقط ننتظر نعم، نسينا هنا في الميرشوم أكاونت إذن نقوم باختيار PayPal الذي قمنا باختياره من قبل أو الذي قمنا بإدخاله من قبل بهذا الشكل ثم نضغط على Save ثم كما ترى معي، ساكسس Your change have been saved إذن لقد تم، وهذا هو الـ Product الخاص بنا إذن نريد فقط الإطلاع عليه أو نضع مباشرة إلى Product من هذا المكان ثم سوف نجد الـ Product الخاص بنا هنا إذن نقوم بالدخول له إذن كما ترى معي، هذا هو Payment Affiliate مفاعلة Pricing كذلك مفاعل نفسه الذي قمنا باختياره طبعاً لم نقوم بعمل Integrations لأن هناك من يسوق عن طريق الإيميل فهذه سوف نتكلم عنها لحلقتين أو في حلقتين خاصة يعني كيف يتسوق عن طريق الإيميل هناك أيضاً Coach لكن هذه طبعاً لا تهمونا نحن في هذه القسم بالذات لأن على حسب نوع الـ Product نحن في الـ Product الذي عندنا تقريباً يهمونا فقط الإيميل يعني كيف يتسوق عن طريق الإيميل و External Tracking طبعاً هذه أيضاً نحتاجه في حالة إذا قمنا بعمل حملات إعلانية تقريباً هذه أبرز الأمور التي نحتاج فيها يعني هذه الطرق من التسويق الموجودة إذا هذا كل ما في الأمر أعتقد أن الأمر بسيط جداً الأمر كما لاحظتم الأمر سهل لم نقوم بعمل LendingPage إذا سوف نكتفي بهذا القدر طبعاً ما يزال هناك حلقة أخرى يعني قادمة في هذا الموضوع ولكن هذا بشرط إذا كان هناك تفاعل يعني إن لم أجد أن هناك تفاعل مع هذه الحلقة فطبعاً هذا لن يكون مشجعاً بالنسبة لي لكي أقوم بعمل الجزء الثالث ورابع وخامس حتى ننهي سلسلة يعني هذه البلاتفورم هذا كل ما في الأمر طبعاً أتمنى منكم أن تقوموا بدعم هذه الحلقة إلى أقصى حد لأن الأمر جد مهم بالنسبة لي خاصة في هذه الظرفية شكراً جزيلاً لكم وإلى اللقاء